ترجمة نانسي قنقر 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 رحلة حجية كتبها حبل مري لآرى أيضا حتى المنصوص التي هي تدخل فيما يسمى بالرحلات الروحية كيف تم كتابتها؟ فتبين من خلال تعلق المنصوص والتي استغرقت مني كل نص قليلاً أكثر من خمسين صفحة بمعنى الكتاب تاني هو الذي سيكون في الأطرحة إن شاء الله بمعنى ستكون شرق كاملة وعنوان الأصلي والتخيل في الرحلة العربية المعاصرة مقاربة تداولية هنا سأعود لأذكر فقط بالإشكالية حتى يتم فهم التصور العام الذي اشتغلت عليه الإشكالية تقوم على أن الروائي الذي جاء إلى عالم الرحلة هو محمل بالمتخيل لهو قصوصياته هو بالضروة سيحر مجموعة من القطار ويمحقق مجموعة من الإبذالات على مستوى الشكل الرحلي وهذا ما عملنا على الوقوف إنه من خلال الاشتغال على المقصوص الرحلي للغيوائيين صرحوا في مقدمات النصوص الرحلية بأنهم لن يكتوبوا نصوص الرحلية التقنيدية وإنما اختاروا الآفاقة الجديدة تحتوي بتخيل لا بالتوثيق ولا بالمرجعي طيب الحال ووضعنا الفرادية نقول أو تقول بأن النصر الرحلي لا يشكل استثناء الأنصر والتحول الذي تخضع له الأجهاز الآذبية عبر تاريخ القوين وهذا ما اجتهدنا لإباراتهم من خلال تتبقى مصارات تحول التي عرضها النصر الرحلي هذا التحول الذي ترك بصماته الخطابية والدلالية على شكل ومضمون الرحلة واعتردنا أن الرحلة المعاصرة تحرك اهتماما من الروائيين بالنصر الرحلي حيث أقبلوا على كتابته بوعي متجدد وأفق إبداع تخيري وبطبيعة الحال هذا ما أجرنا إليه ثم نتحدث عن واعتبرنا الدخيل في هذا الإطار عمصرا مؤتيان ولهذا أعطينا علوان الدخيل في الإبداع التي لاحقت الرحلة على الاعتبار أن الرحلي جوهر الشغالي هو الدخيل لاحقت الرحلة العربي التي أصبح تشبه بين الرحلي والروائي ولهذا اخترنا كشكل جديد وهو ما أعطيناه اسم رواية الرحلة أو رواية صفر أو الرحلة الرواية ولماذا هذه التسمية؟ لأن الرواية أصبح حاضرا بطابع التخيل داخل المصرية المعاصرة وهذا تعيش بين جنسين الرحلة والرواية لم ينفي الرحلة ولن يقصي الرواية من حضور هذا خلال خاصة أن التصريح والتوجين والكراري من الرواية كلها مهددات أساس في تنظيم عملية التلقي هذا فيما يتعلق بالمطقة الخاصة بعملية التسمية أيضا تكررت قضية روية أجنازية ومسألة صفاء الجنس ليس هناك جنس خالص ولكن من الخلال بحتي في هذا الموضوع تبين أن الأجناز الأدبية تعرفت تخصيما وتفاعلا مع بعضها وتؤثر غيرا في بعضها لأن خصائص جنس أدبي تم الوقوف عددًا خلال نصوص فردية وهذا ما شخصوا إليه بداية فتحولت المنصوص الفردية إلى ظاهرة أدبية لهذا النص الفردي سيتعرض لمؤترار العصر وسيتم أو يستسلم لقصدية إبداعية جديدة وهذا ما تحقق لربال عربية المعاصرة وهذا يغير شيئا من عناصره القادم بالتحول وهنا أقول أنني في دراستي لم أقل إما الرعلة تولد نهائيا بل تم اختراقها من الداخل لأن لا رعلة دون صفا ولا رواية دون تخيل فالرواة حافظ على بنية الصفا التابتة وأسهم من خلال المتخيل الذي له خصوصيته في تحقيق إبداعات تراجعت فيها عناصر وهي منص عناصر أخرى ولهذا صرحنا رواية الصفا والرواية دون تحقيقه هاد الأمور يعني استفضنا فيها ووضحناها من خلال الشغلين على نصوص رحلية وأعطينا إشارات وأعطينا أدلة وحججا تؤكد فعلا بأن الرحلة لم تعد كما كانت ولكن أقول كما كانت بالنسبة للرواية التي كتبها حتى لا نقول بأن الرحلة لم تعد تهتم بالمرجل لأن هناك من يكتبها في طريقة خليلية أنا أتحدث فقط عن الذين صرعوا بأنهم يخترقونها من الداخل ويكتبونها بنفس رواية لا أعلم أن أشتغل على الرواية الذي كتب الرحلة بوعي المتجدد مصرح به وحتى الله أعطيه السيني الروسي شكرا على هذا التجين الواقع والذي لم يحررين سؤالي هنا هذا الصفاء بخصوص الجنس تحدثت عن الرحلة بنفس رواي ماذا لو تحدثنا عن رواية بنفس رحلي يبقى هناك سؤال حدود لماذا؟ هل تحدثت عن نصرح ونية المتابل التي هي في كتابة نصرحي ولكن ما أنتجوه النصر الذي نتجوه والسر الذي نتجوه هل نجم أنه نحن أم ربما أنتجوه رواية من حيث أرادوا إنتاجها نحنتين وطبعا ننتظر الجزء الثاني من البعث اللقين الذي أجزتهه في إطار الترعا لنقاءة معكم عن أستاذ محمد النسعودي الجاري التطريقي الذي سيبعد عنه ضبط هذا السؤال الذي يقرحه فهنا ولكننا نعطي الكلمة لأستاذ عبدوحد بن عدرة بن عدرة ربما يجيبانا عن سؤال عن أن يوضح هذا بإشكان قصيب بالخصوص تدخل الفرنسيين في إنتاج نصر مبالجة للمغاربة والسلطان ومن غادته من هذا وكيف أتدمد ذلك وسؤالي بالخصوص نشير للفرنسيين بإنتاج نصر برنار بل يكون له تأثير لا برأي العام المغاري ولا برأي العام الفرنسي بغيت أكبر مشكورا أستاذ محمد النسعودي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر